قمت مساء أمس بملعب تجونين في ولاية المغشوط الشمالية الأدوار النهائية للبطولة الرياضية السابعة عشر المنظمة من قبل الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا النهائي تميز بإجراء مباراة ختمية جمعت فريق كلية الأداب والعلوم الإنسانية بفريق المعهد العالي لمهن البناء والأشغال العمومية بألاق انتهت بفوز فريق كلية الأداب والعلوم الإنسانية وقد قدمت في ختام التظاهرة جوائز وميداليات ودروع تكريمية لصالح الفرق الفائزة وكذلك الشخصيات التي أسهمت في دعم هذه البطولة طيلة دوراتها الماضية وتدخلنا أعربوا عن أهمية البطولة في دعم المواهب الرياضية داخل الوسط الطلابي شارك في البطولة 104 فرق وتسعمائة وستة وثلاثون لاعبا من كافة مؤسسات التعليم العالي وتعد هذه البطولة الرياضية نشاطا دأب الاتحاد على تنظيمه سنويا لخلق جو من تنافس الإيجابي بين الطلاب وربط أواصل الأخوة بين جميع المكونات الطلابية داخل الحرام الجامعي لما للرياضة من دور بارز في تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على صحة البدن ترجمة نانسي قنقر